بسم الله الرحمن الرحيم إذا كانت R تتغير تغير مشتركا مع T و V وكانت R تساوي 70 عندما V تساوي 10 والT تساوي 4 فأوجد قيمة R عندما V تساوي 2 والT تساوي 8 طيب في البداية نبدأ بتشكيل القانون R تتغير مع T و V إذن R في البسط و T و V في المقام تغير مشتركا قلنا نتغير مشترك مشابهة للتغير الطردي إذا رح تكون هذه 1-2 1-1-2-2 نبدأ الآن بترقية من التغيرات وكانت R1 عندما V1 والT1 فأوجد قيمة R2 عندما V2 والT2 نبدأ الآن بالتعويض R1 قيمتها 70 T1 4 4 في V1 V1 قيمتها 10 R2 قيمتها مجهولة R2 8 8 V2 V2 وهو 2 2 هذا يساوي 70 تكون زي ما هي 4 في 10 40 يساوي R2 8 في 2 16 16 نبدأ الآن نبدأ الآن بالضرب بطريقة الماقص R2 في 40 40 R2 يساوي 70 في 16 11 1120 نبدأ الآن نقسم على معامل R2 وهو 40 هنا تقسيم 40 هنا تقسيم 40 40 تروح مع 40 يبقى R2 1120 تقسيم 40 فيها 28 20 إذن قيمة R2 هي 28 28